اشتركوا في القناة في المقدمة دايماً بيخلينا نتعب ونجتهد كلاعبين سابقين كلاعبين حاليين عشان نسأد جمهوره على الحلوة وعالمرة معاه فبالتالي جمهورنا قبل الحلو في المرة معانا يعني وقت ما الفريق بيقع أو يحصل مشاكل في الفريق هكيد جمهورنا بيبقى في ظهرنا هو ده اللي احنا دايماً لازم نتكلم عليه لازم دايماً بنقدر بشكل كبير مطالب جمهورنا بنقدر بشكل كبير رغباته دائماً في الفوز ولكن هي دي كرة القدم من فينا ما بمرضش على مدار تاريخ أو حياته أكيد بيحصل عملية وقت والوقات بيحصل كيرف بيوطة وبعد كده بنرجع لطبيعاتنا ولكن المدة نفسها ما تبقى شروع يمكن أسبوع اللي فات كان أسبوع قاسي يمكن في النتائج النادي الآيلي على الفترة اللي فاتت دائماً في حالة نشوة من عمليات الفوز اللي احنا بنفوزها وأيضاً الشكل الفني اللي كان ماشي به فريق النادي الآيلي فاتت رفاته لكن دائماً زي ما بقول لكم هي دي كرة القدم ولكن أنا عايز أركز في جمهورنا جمهورنا مهم جداً نحنا يتفاهم أن نحنا عندنا بطولة مهمة بطولة خلاص هي دي أهم البطولات بالنسبة لنا بطولة الدوري احنا قابنا خدها عشان نوصل لبطولة أفريقيا عشان نوصل بعد بطولة أفريقيا للعالمية منوصل خمس مرات لكأس العالم الأندية ده شيء جيد جداً بمساعدة طبعاً جمهورنا بمساعدة الإدارة والإدارة كمان لما بتشتغل رقم واحد هدفها هو إسعاد الجمهور اللي قدامنا ده فبالتالي جمهورنا ليه دور مهم جداً وهو أهم الأدوار اللي بتبقى متواجدة في النادي الأهلي إزاي لما النادي الأهلي يحصل عملية إخفاق أو يحصل عملية ما يكونش الأسبوع أو اليوم ده مش بتاعنا يقدر يوقفنا تاني على رجله يوقفنا إزاي؟ هي دي نقطة اللي جمهورنا لازم يتفهمها في الفتر اللي جاية عملية الضغط على اللعبين من خلال نتيجتين لمباراتين متتاليتين آه موجودة عملية التقويم لازم تبقى موجودة وتبقى موجودة من الجمهور والحطة العتاب وحطة الزعل والغضب ده موجود وأكيد لازم جمهورنا يبقى زعلان وغضانه لكن الجزئي الأهم إن إحنا حطة الغضب ده يبقى فيها تقويم حطة العتاب ده يبقى فيها تقويم إن إحنا خلاص بنقفل صفحة معينة أو خلاص قسارة في المباراة أو مبارتين متتاليتين خلاص دي انتهت اللي فات ما بيرجعش نحن عايزين نفكر في المستقبل خصوصا لما المستقبل يكون مهم مستقبل يكون بطولة هي الأهم بالنسبة لنا هو المنتظرينه بشكل كبير من خلال فريقنا من خلال طبعا تواجدهم في هذا اللقاء اللقاء القوي طبعا دائما البدايات بتبقى مهمة والبداية ما تكون مع فريق كبير زي فريق التراجي ان شاء الله المباراة يوم الجمعة ان شاء الله دي المهم ان انت كفريق تقدر تقفل الصفحة القديمة وتبتدي تشتغل على المباراة القادمة خصوصا لما بقول لكم زي فريق التراجي فريق قوي يعني تقريبا نفس القوة المتواجدة بالنسبة لك كفريق النادي الأهلي هو برضو الأول على بطولة الدوري التونسي وانت هنا بطل الدوري برضو الأول على الدوري المصري فبالتالي انت داخل مع فريق قوي محتاج كل الدعم من جمهورك وكل التركيز في المباراة القادمة وتقفل صفحة مهمة جدا كانت انت بتفكر في بطولة كاس مصر ولكن خلاص قدر الله ومشاء فعل هي دي كرة القدم ازاي انت من خلال دعم جمهورك بقى الفترة اللي جاية من خلال جمهورنا الكبير اللي اكيد احنا وثقين فيه ان هو هيقف جنب فريقه اعتقد ان احنا ان شاء الله من خلال المباراة تبقى على ارضنا من خلال التركيز من خلال الدعم من المجلس دارة والتركيز من الجهاز الفني لللاعبين الامور ان شاء الله تبقى فيه تحسن كبير فيه الاداء والنتيجة فيه هذه المباراة خلي بالكو البدايات مهمة جدا احنا العام الماضي صعدنا لدور الثمانية او الدور اللي بعد كده بعد دور المجموعات دور الست عشر بفرق الاهداف عن زناكو لو انا تذكر البداية كانت تعادل سلبي مع فريق زناكو وتعادلنا ايضا هنا في القاهرة ايضا مع نفس الفريق بنتيجة سفر سفر لحد ما احنا مش عايزين نوصل لمرحلة دي دائما البدايات بتبقى مهمة والنتيجة الايجابية بالنسبة لك بالفوز هو الاهم خصوصا لما بتلعب فريق كبير وعلى ارضك ده مهم جدا انك تكسبه لكن في الاول في الاخر فريق ترجي بيفكر ان انت خسران ماتشين هيلعب على الحالة النفسية بتاعتك هيلعب على الوقت هيلعب على حاجات كتير لكن صدقوني الجمهور هيبقى ليه عامل اساسي فيه هذا اليوم وبداية من مبارح بعد المباراة اه الغضب موجود ودوارد لكن خلاص نبتدي ندع عن فريقنا نبتدي نركز مع فريقنا في الجزء المعنوي وده الاهم بالنسبة للعبين خصوصا بعد اي اخفاق هو ده اللي احنا بنتكلم عليه مش هكلمكم على جزئية التحكيم في مباراة القصوتي مش هكلمكم على الجزء الفني بالنسبة للعبين لان وارد يبقى الجهز الفني مش في يوم وارد ان اللعبين مش في يومهم مجموعة كبيرة جدا من اللعبين ما تبقاش في يومها ده اللي احنا ممكن نكون شفناه في مباراة القصوتي ومباراة النادي الزمالك والأهل المباراة الأخيرة في لقاء القمة ده وارد جدا لكن احنا مش عايزين نقف أو المدة الطول خصوصا لما بقول لكم في مباراة مهمة بعد أربع طيام هي دي النقطة اللي احنا لازم نركز عليها كلنا سواء هنا إعلاميا سواء جمهورنا سواء الإدارة سواء فريق الكرة والجهاز الفني واللعبين مش عايزين نقف عند الجزئية دي لازم نركز بشكل كبير بقى في المباراة القادمة وخصوصا زي ما بقول لكم هي مباراة مهمة جدا جدا في بطولة هي الأهم بالنسبة لنا بطولة احنا مستنينا من سابق أنش عندنا الحظ في النهاء العام الماضي ان احنا ناخد هذه البطولة لكن السنة دي تطلعاتنا ان احنا ناخدها لان احنا قدراتنا كنادي أهلي من لعبين من جهاز فني من استقرار إداري ومجلس إدارة مميز جدا فيه على رأسه كابت محمود الخطيب واحد من أفضل اللعبين الجنب في تاريخ مصر هو رئيس النادي في توقيت الحالي وعارف يعني قيمة كرة القدم لجمهور النادي الأهلي وفريق النادي الأهلي الأول وعارف قيمة بطولة أفريقيا في التوقيت الحالي ومطالبته للعبين بهذه البطولة طبعا دي مباراة الأهلي والترجي 2012 نتذكر الأعوام الجميلة بالنسبة للنادي الأهلي وحصوله على بطولة أفريقيا يعني احنا أكثر الأندية الأفريقية حصولا على هذه البطولة 8 بطولاتنا تطلع ان شاء الله من خلال البداية المميزة ان شاء الله هيبتديها النادي الأهلي وده المتوقعه ان شاء الله بدعم الجمهور الكبير وهيبقى متواجد فيه الاستاذ وحاليا كمان الجمهور من دلوقتي أتمنى على السوشال ميديا الأمور تهدى من خلال اللعبين وان انت رأيك في لعيب معين انت مش حابه او شايف ان اداؤك في اليوم ده ما كانش مميز لأ لازم ندعمه في لعيبة كتير جدا مميزة ولكن ما بيبقاش يومهم اكيد واحنا بنتكلم على الجزئية دي وجزئية الجماهير واللعبين وان هما ما بيقوش فيهمهم لازم اخد رأي واحد من نجوم النادي الأهلي اللي ممكن نكون تعرض لمواقف زي كده لان زي ما اقول لكم كل الأجيال بتتعرض للمواقف دي تكون كسبان وماشي بشكل كويس ومرة واحدة يجي اخفاق لكن الاخفاق ده ما بيطولش كتير في النادي الأهلي لان احنا عندنا جمهور مميز عندنا لعيبة مميزة عندنا ادارة متميزة وجهاز فني ايضا مميز مميزة